النائب سامي الجميل أوضح أن حزب الكتائب يتحفظ على النسبية لأنها تناقض المناصفة مؤكدا في الوقت عينه الانفتاح على أي قانون يؤمن المناصفة الحقيقية نريد قانونا انتخابيا يحافظ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ونعمل لإيجاد قانون يرضي الجميع هذا الموقف لمنسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أكد خلال مؤتمر صحفي الانفتاح على الجميع لا بالانون الارتودوكسي متشابسين ولا بالدوائر الصغرى متشابسين ولا بالدوائر الفردية متشابسين نحن منفتحين على كل القوانين ولكن شرط أن تؤمن المناصفة الحقيقية الجميل قال فوجئنا بالشدة التي عارض فيها حزب الله وحركة أمل اقتراحنا بأن يكون مشروع اللقاء الارتودوكسي وفق النظام الأكثري ليتبين لنا أن هدفهما ليس تحقيق المناصفة بل النسبية بالنسبة لقلنا النسبية خطرة لأنه النسبية بتعيد لبنان إلى منطق العدد وقتا نروح على النسبية عم نناقض المناصفة مشانيك نحن عنا تحفظ كبير على مبدأ اعتماد النسبية بلبنان ولكن إلا إذا اعتمد بالإيقاءة الارتودوكسية المأمن المناصفة وعم نعمل نسبية بقلب الطواقف أو بقلب المزاهب الجميل اعتبر أنه بعد الانتخابات يجب أن ننكب إلى ورشة تطوير النظام السياسي بدنا مجلس الشيوخ يكون الطواقف أو المجموعات التاريخية ممثلة فيه تنحرر مجلس النيابة من الطائفية ونحررها من المحاصصة ونحرر مجلس النيابة من كل وطقة المحسوبيات ساعتها بتصفى ضمانات الطواقف أو المجموعات التاريخية مضمونة بمجلس الشيوخ نقطة التالتة بدنا ننقر حياد لبنان تما نرجع نوقع بالمشاكل اللي وقعنا فيه هلأ بالأزمة السورية والنقطة الرابعة هو تطوير نظامنا السياسي بكتير من المحلات تضبيط الصلاحيات تما يظل صلاحيات رئيس الجمهورية متضاربة مع صلاحيات رئيس مجلس النواة ومجلس وزراء وإذا اعتبر أن النقاش الحاصل اليوم بشأن قانون الانتخاب لا يلغي النقاش الآخر بشأن السلاح أكد التمسك بحلفهم مع كل القوى السيادية في لبنان من أجل تحقيق السيادة الكاملة والتخلص من السلاح غير الشرعي